بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى أن نلقاك يا رب العالمين أيها السادة المشاهدون أيها الإخوة وأيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة وفي لقاء العقيدة تجلى لنا قول ربنا سبحانه وتعالى آمرا حبيبه ومصطفاه أن يجعل أمره كله لله قال له سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأن يكون ذلك كله على المنهج منهج التوحيد والعقيدة فقال له مثنيا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ونحن جميعا بإذن الله خلف رسولنا من المسلمين كنا تطرقنا في الحلقة السابقة إلى هذه المحنة الكبرى وهذه الفتنة التي لم تكن لشخص هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى لكن فتنت الأمة كلها في شخص الإمام فكان هو رجل مرحلة رضي الله عنه ورحمه الله الذي وقف صلبا أمام الطغيان الفكري والطغيان السياسي وأمام دولة بأكملها وأمام حاشية من علماء السلطة المعتزلين الذين أرادوا أن يضعوا مكان السنة بدعة ضلالة ما أنزل الله بها من سلطان في هذه الحلقة تجلى لنا أيضا قول العلماء كان أبو بكر رضي الله عنه ليوم الردة الذي حارب المرتدين وكان عمر رضي الله عنه ليوم الثقيفة وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ليوم البدعة فما هو يوم البدعة وما قصة تعذيب الإمام أحمد بن حنبل ذلك الجبل الراسخ الذي سند الله تبارك وتعالى به جعله سببا في أن تبقى هذه الأمة وتبقى فيها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا حوارنا مع أستاذنا العلام الكبير أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني الذي أرحب به مع حضراتكم في لقاء العقيدة مرحبا في الدكتور أطلت في المقدمة كثيرا ونحن نريد أن ندخل في هذه القصة اليانعة الدامعة في ذات الوقت والله يفعل دامعة لأن من طلع على ما حدث لإمام أحمد بن حنبل لا يستطيع أن يتمالك نفسه مما حدث للإمام يعني رجل سجن 28 شهر وهو في القيود لم تفك عنه لحظة ويحاولون معه حتى بعض أقاربه من من سجن معه يقول يا بني لما لا تجيبه من القول بخلق القرآن توقيا وكان هذا عمه إسحاق بن حمد فقال يعني وما تصنعون بحديث خباب شوفوا الصمود ثم قال الإمام أحمد وإذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق شوفوا الصمود للإمام أحمد محمد ولذلك الفترة الطويلة التي سجن فيها الإمام أحمد 28 شهر يعني قرابة سنتين ونص تقريبا كانت نعمة من الله تبارك وتعالى للأمة وإن كان هذا في إزال الإمام أحمد لأن في هذه الفترة الطويلة أخذ يقلب الأدلة وكتب أيضا كتاب اسم الرد على الزنادقة والجهمية وبدأت كل الحجج يعني تجتمع في ذهنه بحيث يستطيع أن يقف مش بس بقى كعالم لا كمجموعة ضخمة من أهل العلم تجسدت في سورة الإمام أحمد محمد دفاعا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شخص واحد ولذلك هم بعد انتهاء هذه المدة ولما أمر الخليفة المعتصم ابن هارون الرشيد بامتحان الإمام أحمد بين يديه جاءه كلمة كان في رمضان يعني اكرمنا يوم 21 أو 22 رمضان على حسب الخلاف لكن يعني في الراجح أنه يوم 21 رمضان وكان الناس صيام في أيام العشر أواخر يعني المعتزل يفعل ذلك تقربا إلى الله لأنه لا يعد نفسه مبتدعا ولا المعتزل يحسبون أنفسهم من المبتدعة ولكن يحسبون أنفسهم أنهم من أهل التوحيد بل دعاة التوحيد دعاة التوحيد الأصل الأول من أصولهم بالتوحيد وأنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة الحوادث كما يزعمون وهم في الحقيقة ممثلة ومشبهة ومعطلة ومؤولة كل هذا توفر فيه وخطورة الأمر كما أشارنا فضلت الدكتور وكما تفضلت سابقا في أن القضية ليست مناظرة فكرية إنما مذهب تقف وراءه الدولة الدولة نعم وتدعو له وتترصد لمن يعاند وهذه قضية ربما نرى مثيلة لها في عصرنا وبين التعطيل والتشبيه والتمسيل يعني المعتزل اجتمع فيهم مسألة أنهم مثلوا الله بخلقه ثم عطلوا أوصاف الله عز وجل وادعوا أن النصوص التي وردت في كتاب والسنة هذه النصوص موهمة للتشبيه والجسمية نصوص تدل على تشبيه الله عز وجل بالحوادث وينبغي تعطيلها فأصبح دلوقتي في مشكلة الآن ربنا يقبرنا أنه على عرشه وهم يقولون لا الله يخبرنا أنه يتكلم ويقولون هو لا يتكلم الله يخبرنا عز وجل أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين لكي يفهم العرب لغة القرآن وهم يقولون لا القرآن مخلوق هذا الكلام منسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وليس إلى رب العز وجل أنه لا يتكلم فالمسألة مسألة الصراع بين توحيد وابتداع الصراع بين حق المباطع لكن القضية التي دائما تشغلني وربما أشرت إليها في سياق هذه الحلقات أنهم يفعلون ذلك هربا من التشبيه وانتصارا للتوحيد على الصورة التي يزعمونها فوقعوا في التعطيل والتمثيل والتشبيه وقاسم هما إني لكما لمن النصحين هي شبهة فعلا إبليسية أو شيطانية أوقعتهم في حرز شديد ومخالفة للفطرة لأن حتى في نقاط لما نجل حل القضية العقيدة في المسألة دي نجد أنهم مخالفة للفطرة عندهم تماما لأن الفطرة بتقول إن ربنا ليس كمثل شيء في وصفه مش إن ربنا سبحانه وتعالى مالوش ولا صفة لأن ليس كمثل شيء يعني شيء في المعادلة معكوسة ربنا يتكلم عن نفسه فلما تتخيل عندما يذكر وصفه أو كلامه إنسانا يتكلم بلسن وفم أنت الأخطأت لأنك تخيلت من قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما إنسانا يتكلم والله لا يقصد إنسانا لما يقصد نفسه كيف يتكلم أنا ما شفتش لا رأيت الله ولا رأيت له مثيلا فيجب أن أؤمن أنه يتكلم كيف يتكلم الله أعلم عندما ترى عندما تلقى الله عز وجل وتكلمه وما من أحد زي ما ورد في الحديث إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان عندها تعرف كيف تكلم الله عز وجل لكن هنا في الدنيا كلفك بالإيمان بما أخبر عن نفسه إنما الواحد يأتي ويرد خبر الله ويعطل خبر الله ويقول لك لا يتكلم وليس على عرشه وليس له صفة كذا ولا صفة كذا تحت مسمى أنني لو أثبتت هذه الصفات حشبه بالمخلوقات وأشبه بالحوادث هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ولذلك حنشوف في المناظرة أشياء عهيبة جدا المحمد تمكن من الفترة الطويلة في السجن أن يقلب القرآن ويقرأ حتى وصل إلى الحجج الدامغة ولذلك كانت المناظرة فعلا مناظرة حامية جدا جدا هم أتوا إلى الإمام أحمد قبل أن يأتي إلى باب المعتصم أحمد بن أبدوآد اللي هو قاضي قضاة الخليفة المعتصم ومعه مجموعة من المعتزلة وأخذوا يناظرونه يعني بقية العهد البائد أخذوا يناظرونه في الليل